ومن تونس تنضم إلينا سيدة لينا بن مهني الناشطة الحقوقية في مجال المرأة سيدة لينا حقوق المرأة التونسية ثمنتها التشريعات بصرف النظر عن الجدل الذي أثير حول هذه التشريعات ولكن هل ثمن الواقع المعاش للمرأة التونسية حقوق المرأة؟ مساء الخير صحيح أن التشريعات التونسية ثمنت حقوق المرأة صحيح أننا اليوم نتحدث عن المرأة التونسية في الصفوف الأولى في ما يخص حقوق المرأة والمساوات ولكن للأسف يبقى هذا حجر الأساس ويجب أن نواصل طريق ليتحقق ذلك على أرض الواقع اليوم نتحدث عن المساوات في القانون في القوانين ولكن الواقع مختلف تماما نحن نعايش يوميا معاناة المرأة التونسية نعايش التمييز ضد المرأة التونسية في عديد المجالات فرغم تواجدها في كل الميدين ورغم مشاركتها للرجل في كل أعباء الحياة ولكن المرأة إلى اليوم تتعرض إلى الظلم وإلى التمييز تتعرض إلى العنف هذه القوانين يجب أن تكرس على أرض الواقع يجب أن تطبق عندما مثلا نتحدث عن القانون المناهض للعنف المسالة على المرأة صحيح هذا القانون موجود ولكن عندما يتعلق الأمر بالتطبيقه وبالتشكي عند القضاء تبدأ المشاكل منذ اللحظة الأولى عندما تتواجه المرأة مثلا إلى مركز الشرطة للتشكي أين هو خلال هنا سيدة لنا؟ هل المسألة هنا تتعلق بجهل المرأة بحقوقها في الدستور التونسي؟ أم الحاجة إلى سن المزيد من التشريعات المنصفة للمرأة التونسية؟ المرأة التونسية هي عدة نساء هناك من يجهلنا حقوقهم هناك من يعرفنا حقوقهم ولكن الخلال هو في المنظومة ككل الخلال في مجتمع لا زال مجتمعا ذكوريا رغم كل شيء الخلال في العقلية أعتقد أن المسألة لا تتعلق بالتشريعات فقط بل هي تتعلق أيضا بتغيير العقلية ككل القوانين وحدها لا تكفي فيما يتعلق بتطبيق هذه القوانين يجب أن تجرى دورات تدريبية وتحسيسية لكل من يعملون في مجال تحقيق المساواة وضمان حقوق المرأة على أرض الواقع ولكن كما قلت المسألة تتعلق أيضا بالتعليم وبالثقافة يجب أن تصبح هذه الأشياء من ضمن البرامج التعليمية ويجب أن يربى الأطفال على هذه المبادئ منذ صغارها هناك من يرى أن التشريعات التي أنصفت المرأة من وجهة نظر مشرعيها ما هي إلا هروب إلى الأمان للتشويش على المشكلات السياسية الداخلية فهل استغلت معاناة المرأة التونسية داخليا سياسيا لتحقيق مكاسب سياسية أو تشجيل نقاط سياسية لبعض المناصب الجهوية قد يعمد بعض السياسيون والأحزاب السياسية إلى استغلال هذه المشكلة طبعا سياسيا لخدمة مصالحهم الخاصة ولكن أنا أعتقد أن كل تشريع يضمن حقوق المرأة هو تشريع مهم لا أعتبر ذلك تغطية على مشاكل أخرى أعتقد أن كل الحقوقيين أو كل السياسيين يجب أن يعملوا كل في مجاله وهناك جمعيات ومنظمات تعملوا على هذا منذ سنوات وطبعا الأمر عادي تماما صحيح عشنا ذلك سابقا حتى مع نظام الدكتاتورية حيث كانت حقوق المرأة هي الوسيلة التي يستعملها الدكتاتور ليبرز تونس كدولة ديمقراطية محترمة لحقوق الإنسان صحيح هناك من يقوم بنفس الشيء اليوم ولكن في الأخير نحن ضمننا تشريعات وكما قلت هي حجر الأساس لبناء مجتمع تكون فيه المساواة موجودة فعليا شكرا جزيلا لك يا سيدة لينة مهنة بن مهني الناشطة الحقوقية في مجال المرأة كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك